العالم كله عندما يخطط فأنه يعتمد على قاعدة بيانات لشعبه وبالتالي يعطي لكل واحد حقه وكل دينار في الموازنات أو في الانفاق يجب أن يوجه إلى مستحقيه في هذا الزمن الجديد منذ 21 سنة ما عدنا قاعدة بيانات واللي موجود اتمزق وراح وظلينا من ذاك النظام إلى هذا النظام 27 سنة الكل يحلم بأن يكون هناك تعداد عام للسكان حتى نستطيع أن نتمكن أو حتى تستطيع أن تتمكن الحكومات من رسم سياسات أو ما يسمونه بالتنمية المستدامة أو التخطيط لأحوال الناس بمعنى هاي الأكثر ما يقرب من ثلاثة عقود أو أقل الحكومات السابقة كانت تشبر وتشتغل على بيانات تخمينية مرة تجي من وزارة التخطيط ومرة تجي من الإحصاء ومرة تجي من وزارة التجارة وهكذا الآن في حكومة السوداني أصبح التعداد العام للسكان حقيقة ومن ضمن البرنامج الحكومي وراح يتم التعداد العام للسكان لكن تجاوزنا هذه المشكلة لكن المشكلة قد تبدأ بعد التعداد العام للسكان لأنه كما نعتقد أنه قد تكون هناك مفاجآت كبيرة لا يرضى عليها طرف هنا أو لا يرضى عليها طرف هناك وبالتالي قد تتغير الكثير من المعادلات لأنه هناك أو قسم من الولد تعودون أو هم يريدون دائماً النتائج تأتي وفقاً ليمزجتهم أو لهواهم أو وفقاً لما يتمنون لأنه أحنا الأزمة في حياتنا صارت جزء من العمل السياسي لأنه غداً قد تصطدم الحكومة وقد تصطدم المكونات بالكثير من القرارات التي كانت قد اتخذتها أو سارت بموجبها أو راح تفاجأ بانفجار سكان أو راح تعرف أنها قد مارست ظلماً كبيراً هنا وهناك وراح ترجع تلك دستورة في فقرات قد كتبت جزءاً من تفصيلاته كانت كفراً وإلحاد لذلك التعداد العام للسكان هو ليست وثيقة أن نحسب كم بيت وكم مريض وكم عاجز وكم متعلم لاحل راح نكتشف من خلاله عندما نأتي في حلقات أخرى بعد التعداد العام للسكان لنربط بين السياسات التي كانت قد اتخذت والمبالغ التي أنفقت والموازنات وكيف احتسبت مع البيانات التي ستظهر أعتقد أننا سنكون أمام كارثة كبيرة ونتوقع الكثير من الصدامات أو الخلافات أو الاختلافات أو تصادم الآراء بين قوى سياسية حينما تعتقد أو حينما تصل إلى قناعات حسب فهمها أنها قد خسرت هنا وخسرت هناك هذا جانب على الجانب الآخر إلى أي مدى ستكون هناك تدخلات سياسية التعداد العام للسكان في حقيقته هو أخطر من الانتخابات الانتخابات أربع سنوات ممكن أن نغير هذا أو نغير ذاك أو تعلمنا على ظايم الانتخابات والتزوير بالانتخابات والمجابلة بالانتخابات والضغط بالانتخابات هذه صارت عندنا قصة لكن نحن لا نتشام نحن متفائلون بخطوة التعداد العام للسكان لكن من قد ما تعلمنا من الولد صرنا نقرأ الممحي وصرنا نعرف وشعبنا يدرك تماما القوى السياسية بأجمعها ولا استثني منها أحدا مثل ما يسمونها الولد المكونات لا تقبل ولن تقبل إلا عندما تأتي على هواها أو ما يقترب منها